اهلا بكم مرة تانية حضرات السادة المشاهدين فكر كده ايه اللي ممكن يحصل لك لو رفعت السماعة على الفرارجي اللي انت متعود عليه وقلت له وابعت لي جوزين ما عرفش ايه وجوز ايه فقال لك لا ده كان زمان ده احنا قفلنا الموضوضة تعالى لو سمحت بقى فيه تلاجات خد اللي انت عاوزه مبرضة او مجمدة بصراحة انا شخصيا مع القرار ده مفيش دولة في العالم لسه فيها المحل اللي احنا شايفينه ده محل ده بتتخلف منه ريش بتخلف منه دم دبان بينقل امراض او بقى بتتنقل ممكن لو فيه انفلونزة طيور تزودها تتنقل انفلونزة للانسان فمين اللي مش مع الصحة العامة كلنا مع الصحة العامة بالاضافة الى الجانب المتحضر بالاضافة الى الجانب الصحي اللي لازم المستهلك المصر بالفعل يؤمن به ان التلاجة اللي طالعة من المجزر دي دخلت نفق تدريب تبريد اخدت تشك يعني صدمة صدمة بالبرودة دي قتلت فيها او جمدت فيها كل انواع الاحياء الضرة وبعدين طلعت يا امة تبردت تاني وتحطت في بيئة امينها او تجمدت وبقت مجمدة لفترة الصلاحية بتاعتها علشان انا ما اتكلمش في الموضوع ده كتير برحب اولا من ضيفي العزيز الدكتور سروة الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن اهلا بحضرتك يا فندم اهلا محمود بيئة انا وصحنا من الاخر كده يا فندم انتو كاتحاد منتجي الدواجن تفاعلت زي مع الخطوة الاستباقية للدكتورة مونة محرز اللي هي قالت لي بنفسها ان دي مش خطوة تنفيذ ده حراك مجتمعي بأهل السوق وبأهل التنفيذيين المسئوليين لهم ينسقوا مع بعض عشان نبدأ ننفذ قرار اخدناه سنة 2009 استقبلتوه زي في الاتحاد وكان وقع ايه عليكم تمام هي طبعا اولا بسم الله الرحمن الرحيم اه شكرا لحراك والقناة على الاستضافة للتوضيح بعض الملابسات في الموضوع اه عشان نفهم الموضوع كويس في مرموعة مشاهد لازم نحطها جنب بعضيها عشان الصورة تكتمل ونقدر نقول احنا فين واحنا صح ولا غلط والمفروض يحصل ايه عشان نتصرف بمسئولية وبحجم صناعة بهذا الحجم الكبير وبمسئولية تجاه المواطن ان احنا ننتزم معه بغذاء صحي وفقا للموظفات العالمية اولا لمشهة الاول الوضع الداجيني احنا من الفين وستة زي ما سعدتك عارف كان عندك اكتفاء زيتي وكننا بنصدد لأكتر من 11-12 دولة افريقية واسيوية حصل موضوعا في لورنزا الطيور بدأنا الوضع الوبائي عندنا يتزايد واصبح وضع صعب ومشاهدر اوصفه ان الوضع صعب ومتزايد وعايز جراحات عاجلة ومنفعش باي حال من الاحوال ان دولة بحجم مصر تبقى بهذا الوضع وفي هذا الترتيب الوبائي ده جزء من مشهد الداجيني طيب في مشهد داجيني اخر وهو اقتصادي صناعة الدواجن المكون الرئيسي الليها اكتر من 65-70% من صغار مربين وساعتها يمكن زي ما قلت في مؤدمة ان هناك صياح وعويل وشكوى مستمرة من صغار مربين تجاه امرين الامر الاولاني الوضع الوبائي وارتفاع نسب الوفيات في شهور كانت مختصرة على شهور الشتاء طب انا هستازن حضرتك بس ووقفين عند الشيء هاخد فاصل بس قصير دقيقتين وارجعتين فاصل وراجعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة